أهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الراجل واللست الحقيقة حلقتنا النهاردة مختلفة شوي لأن احنا هنتكلم في كذا موضوع وكلهم خاصين بفكرة المشروعات فيه هنتكلم عن مشروع موجود بالفعل وفيه مشاريع لسه هتتفتح أو اللي عايزة تتفتح أو الناس اللي هي عندها فكرة وعايزة تنفذها نرجع الأول نشوف هاشتاج حلقة النهاردة زي ما عودناكم ان كل حلقة بنتكلم بهاشتاج مختلف وبيخص الراجل واللست هاشتاج حلقة النهاردة وبيتكلم عن مين منظم أكتر في البيت الراجل واللست طبعا فيه ناس بتبقى شايفة ان النظام ممكن يكون في ترتيب البيت مثلا أو ترتيب صرف الفلوس أو ممكن يكون في إدارة البيت نفسها وده بيختلف طبعا بين الراجل واللست فيه رجالة بتكون منظمة أكتر وفيه ستاة بتكون منظمة أكتر بس احنا بنشوف الأغلبية يعني أغلب المواضيع اللي نكالبنا فيها لكل الحلقات اللي فاتت من مين نكا دي أكتر؟ مين بيتحمل المسؤولية أكتر؟ كنا دايما بنوجد إن فيه رجالة وفيه ستاة بس احنا بنتكلم في الأغلبية فاحنا مين الأغلبية اللي ممكن تكون منظمة في البيت شوية؟ الراجل واللست هنطلع فاصل بس آخر الحلقة خالص هنقرأ الكمنتات بتاعتكو على السوشيال ميديا على الفيسبوك والإنستجرام فقولوا رأيكو على صفحتنا على السوشيال ميديا باسم الراجل واللست ونيجي في آخر الحلقة إن شاء الله نقرأ الكمنتات كلها ونقرر رأينا وهنطلع دلوقتي فاصل هنرجع منه مع ضيف مهم جدا 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 فاصله هنرجع تاني ورجعنا لكم من تاني والنهاردة معايا ضيف أنا شخصيا مبهور بصراحة بتفكيره وبشخصيته وبأسلوبه حتى فإنه هو حابب دايما أنه هو يكون أحسن وأحسن معايا ضيف بيتكلم عن السكين كير والاهتمام بالبشرة والاهتمام بالجسم وبالبودي أي أن كان وكمان بيتكلم في إدارة المشروعات معايا الخبير البزنسمان الجميل أستاذ أحمد الأشقر أهلا بيك أهلا بيك منور الدنيا كله ده نورك سعاد البيت حابب بقى الأول تعرف مشاهديننا عن أستاذ أحمد الأشقر وبدأت مني والله أنا معاكم أحمد الأشقر أنا بداية بعد ما خلصت التخرج بتاعي اشتغلت في مجال التجارة ابتدت واحدة واحدة كده أشوف إيه هي العناصر المهمة في السوق بدأت أنزل السوق ابتدت من واحدة واحدة وبدأت أشوف إيه هي العناصر المهمة اللي أنا أشتغل عليها بدأت أشوف السوق المستهدف اللي أنا بشتغل عليه بعد كده اكتشفت أن في حاجات السوق والحياة العملية حاجة تانية والحياة الدراسية حاجة تانية خالصية يعني اللي انت درسته غير اللي انت لقيته في المكتب؟ ده اي حد اي شاب او اي حد بيتخرج من الجامعة او بيتخرج من كليته بي او ما بيطلع هو بيحصل نوع من نوع الصدمة انه هو بيكتشف ان الواقع غير الحياة العملية تماما ممتاز فده اللي انا اكتشفته لقيت ان الواقع حاجة والحياة دراسيح كده حاجة تاني خالص طيب حلو احنا نتكلم الاول عن المنتج بتاع السكين كير او الحاجات اللي انت بتمهتم بيها في الاول عن البشرة او البودي او كده هو طبعا طبعا كانت البداية انا كان بداية شغلي كان ليه علاقة بالمنتجات اللي هي خاصة بيه المنظفات وبعد كده بالمنتجات اللي هي خاصة بيه الورقيات البامبرز والحفظات اللي هي علاقة بحفظات الاطفال بشكل عام ممتاز بدأت تجه يشوف في اتجاهات سوى الفكر بتاع المستهلكين فيه ناس بتفكر فكر انه هو يبقى يجمع العناصر بتاعت البيت بتاعته فحاولت اشوف ايه هي الفجوة اللي كانت نقصاني وبدأت اخش فيها وهي السكين كير بالصفة عامة ممتاز يعني انت متهتم بكل حاجة غصة بالبيت؟ بالزبط كل ما هو يحتاجه البيت من ادوات نظافة او ليه علاقة بجمال المرأة او ليه علاقة بنظافة البيت او ليه علاقة بيه نقدر نقول كل ما هو يختص بنظافة البيت من ادوات او من منظفات او من حاجات ليعناية بالبشرة ايه مستلزم خاصة بالبيت انت بتهتمي بيه ويعني بتجيبه عندك عشان توفره للأمور طيب الفكرة دي بدأت منين ومين اكتر حد كان دعم لك؟ هو طبعا الفكرة دي ابتدت من سنة 2010 تقريبا او من 2011 كان والدي كان مدعمني جدا في الموضوع ده قال لي ان انت ممكن تنطلق في بيزنس تاني او ممكن تنطلق في نفس البيزنس يعني فانا اتجهت في نفس المجال وبدأت ابتكر فيه وبدأت اطور فيه واحدة واحدة بدأت اشوف ايه هي الحاجات اللي كانت نقصوها بدأت اكملها واحدة واحدة لغاية ما وصلت المرحلة ان انا بدأت اوصل ليه فرست هند حلو جدا تمام ممتاز بعد كده بدأت او اليد الاولى يعني طبعا حضرتك بس فبدأت اوصل اليد الاولى بحيث ان انا ما بتميز بسعر الاول يد دي بتتخلينا اعرف ابيع كويس للكاستمر وفي نفس الوقت بتتخلينا اعرف ان انا اميز نفسي عن المنافسين اللي في السوق ممتاز طيب بالنسبة للسكين كير او المنتجات اللي هي خاصة بالبشرة او بالجسم او غيره بنسمع ان هي بارقام مهولة يعني بنشوف حاجات عالية جدا وبأسعار عالية جدا واحيانا او اللي مسعبا اكتشفه يعني انه ما بيكونش كلها صحية صحية فاحنا ازاي نتأكد ان المنتج ده صحي علشان ده الاهم بالنسبة لنا تمام هو طبعا فيه منتجات كتير جدا في السوق دي بتنطبق وبتندرج تحت باند السكين كير او تحت باند الكوزماتيكس يعني طبعا لازم اكون وانا بشتري المنتج انا كعميل كاستمر عادي خالص خلاف ان انا كصاحب مجال او صاحب بيزنس او صاحب نشاط ببدأ اشوف المنتج ده الاول الفيد باك بتاعته خبار ايه في السوق بشوف الريفيوز الاراي العمل عليها لقيت المنتج ده فعلا عليه انطباع كويس عليه سمعة جيدة ببدأ اخد عليه رأي من حد صديق او من واحدة بتسأل زبنتها المنتج ده كويس طيب عمل معاك ايه طب الايفكت بتاعه يعني انت بتركيز رقم واحد على رأي الناس في المنتج طبعا وده بيكون من سابق التجربة يعني هما بيشوف الاول هما بيجربوه وبيقول رأيهم فانت بتاخد بتجربة بالظبط لان رأي العميل ده هو طبعا هو يعني هو المراية بتاعت الشغل بتاعته ممتاز طيب حلو جدا طيب بشكل عام موضوع المنتجات بتاعت السكين كير او الهتمام بالبشرة او الجسم منتشر اول فترة دي على السوشيال ميديا بالزاد السوشيال ميديا اكتر كمان من المحلات يعني ممكن تكون في محلات مقفولة بس بتشتغل انه صحيح هو طبعا بعد احداث كورونا السوء المصري بقى سوء مستهدف لانه هو سوء سوء جاذب للإستثمار في مصر جميل وخاصة ان فيه ناس كدير جدا بتستسمع دلوقتي في مصر الموضوع اختلف بشكل ثقافة الشراء دلوقتي اختلفت جدا دلوقتي الناس بتفكر ان هي بدل ما كانت بتروح تشتري من من عند مثلا الشوب المعرض الفلاني او المتجر الفلاني بقيت هي بتتناول ان هي تطلب اولاين من خلال عوامل عديدة جدا مع تطور التكنولوجيا وتطور الاسليب الحديثة زي مثلا الابليكيشن زي مثلا الويب سايت ممكن مثلا الفيسبوك يعني كل دي عوامل بتقدر ان انت تقدر تتصفح من خلالها وتعمل الشوبينج بتاعك بسهولة ويسرو في نفس الوقت ممكن تعمل من خلالها عمليات دفع بايمنت دفع اولاين برضو لو انت ليك حساب مثلا بنكي فالموضوع اختلف تماما وخاصة ان انت ممكن تقدر تتنوع وتشكل اللي انت نفسك فيه وفي نفس الوقت في قل وقت وقل جهد وبتكلفة اقل حلو جدا يعني انت دلوقتي بما انك اشتغلت في مجال السكين كير او الاهتمام بالبشرة او حتى الوراقيات او غيره انت هنا بتقابل الجمهورين الجمهور الشارع زي ما بيقال اللي هو في المحل والجمهور الانلاي انت بتقابل فئات كتير وانواع كتير وطبقات كتير انت كاحمد الاشقر بتهتم بنوع معين او بفئة معينة من الناس انا بحب جدا الفئة اللي هي اللي هي بتتناول دايما يعني اللي متابعة للعروض ومتابعة الصفحات وبهتم جدا بالناس اللي هي بتتابع ادارة المشروعات برضو بس عشان اخلص من يعني اتناول عن حديث المجال الالاين بصفحة عامة طبعا هو فيه ناس بتشتري من خلال الصفحة وفيه ناس بتشتري من خلال المتجر زي بقولت الحضرت الناس اللي بتشتري من خلال الصفحة هو واحد ممكن يكون ما عندوش وقت يسمح او ما عندوش وقت كافي انه هو ينزل يتناول ويشتري اللي هو عايزه فيقول مثلا انا هشتري راحتي مثلا ان انا هنزل اشتري المنتج ده بدل منزل واضيع وقت واركب عربية ودور عربيتي او هنزل هاخد تاكسي بكازا رايح وجاي فيقولك لا انا ممكن اطلب اونلاين وفي نفس الوقت هسهل على نفسي حتة الوقت والمجهود وفي نفس الوقت الحاجة هجيلي برضو زمنة كنت رايحة جابه ممتاز يعني انت بترجح اكتر الفئة الانلاين بس برضو ما يمنعش ان احنا بنركز وبنهتم بالفئة اللي هي بتاعة المتجر طبعا فئة المتجر دي طبعا هو بيكون حاجة من الاتنين ممكن يكون عميل حابب في حد يقولك انا حب اشتري الحاجة على ايدي او في حد يقولك انا حابب ان انا بنفسي انا اللي هو ايه انا خش انا اختار اللي انا نفسي فيه زي واحد مثلا بيبقى عايز يشوف حاجة جديدة او بالنسبة له المنتج ده جديد هو قريدي لو عارف المنتجات دي بتتكلم عن ايه او بتتناول عن ايه خلاص هو قريدي بعد كده هيشتري الحاجة خلاص عن اقتناع بعد كده يقولك انا عايز المنتج ده هو ممكن يبقى يعني فيه اشخاص بتحب ده وفيه اشخاص بتحب ده ممتاز طبعا اكيد دم محدش فينا بيتتفق على رأي واحد كلنا لأه اختراف لبارة السلع بس يعني احنا بنتكلم على فئة معينة وليكن احنا مثلا الفئات عمومي موجودة ايه وبيه وسي تمام انت بتهتم بقاني فئة ولا ما عندكش فكرت ام وايين بيركز على الجودة يعني لو أنت قلتله مثلا المنتج ده ايه مثلا المنتج اكس مثلا المنتج ده قيمته مثلا سي ماتين جيني هيقولك ما فيش مشكلة جودته تمام خلاص ما فيش مشكلة خلاص فهي يشتري دي الفئة اللي هاي بتركز على المنتج جودته أهم من السعر بس هو مش مهم السعر بس المهم المنتج هو بيبص للجودة قبل أي حاجة يعني هو يعني لو قلت له لو جبت له لمد أكبر من كده لو عملت له حد أعلى أكتر من كده كمان ممكن يشتريه ده بالنسبة للفئة الأي كلاس فئة البي كلاس ده بيبص قبل ما أخش على فئة البي فئة السي يعني فئة السي بيبص على السعر فقط لغير ده يعني لو لو اديته حاجة بسيطة بمبلغ بسيط جدا يقول لك تمام فئة البي بياندمج أو بياندارك تحت بياخد شوية من فئة الاي على فئة السي بيخلط ما بين بياخد جودة وسعر في نفس الوقت بما محتاج جودة وسعر في نفس الوقت فهم ثلاث فئات فطبعا أنا بيتعامل معي فئة الاي والبي والسي بقلة مائم طيب بيقال أن الغالي تمنه فيه إنت معه أمضد؟ لا طبعا مع الفئة اللي بترشح المنتجات اللي عليت الجودة لأنه مجرد أنه لو خد مكون بانجريدينس محترمة جدا هيجي بعد كده هو ده بيبقى المنتج ده بيبقى فيتباك لك هيجي لك بعد كده يقول لك أنا عايز المنتج الحلوة أنا أخدته منك أنا مجرد أن أنا معرض للمنتج خلاف أن أنا ممكن أكون مصنع للمنتج لو مثلا شركة لو بتصنع لو هي عملت منتج كويس جدا ده هيبقى لي فيتباك في السوق بعد كده هيقول له يا جماعة المنتج ده كويس خلاف أنه لو جاودته عالية وسعره عالي شوية بس واخد حاجة في المضمون واخد حاجة تتناسب معي ومع زوء الشخصي يعني الغالي تمنه فيه دي حلو جدا حلو جدا طيب أحنا الفترة الأخيرة السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير قوي في نسبة المبيعات فأحنا هنتكلم الأول عن السوشيال ميديا بالنسبة لفز أحمد الأشعر بشكل شخصي وشكل عملي بشكل شخصي أنت ممكن بالسوشيال ميديا تنزل تشتري منتج منه أو ممكن أنت تستعمل السوشيال ميديا في المنتجات بشكل شخصي بشكل شخصي الريدي ده حصل فعلا ممكن يبقى فيه مواقع تشتري من خلالها مثلا هو بصح أقول له هذاك على حاجة أنت ممكن تشتريها كتير جدا معروفة حاجات ملموسة أنت اشتريتها عارف وزنها أو عارف الشكل أو المضمون الخارجي بتاعها حال ممكن بالنسبة للملابس هتجي تشتري مثلا صيز معين يطلع مقاس أكبر أو أصغر شوية فهي بتبقى اختلاف أزواق أزواق المستهلكين ممكن واحد شخصية أحمد تختلف عن شخصية محمد مثلا عن شخصية مصطفى كل واحد ليه زوق معين فكل واحد بيبقى ليه مثلا ميكانيزم معين بيفكر به فأنا من الأشخاص اللي بتحب أشتريه أونلاين بس مش في كل المنتجات في بعض المنتجات حال بيكون أنت أريدي ولو أنا ما كانش عندي الجزمز بتاع المنظفات كنت أشتريت منظفات أو الكوزماتيكس أو كده أو السكين كير كان ممكن أشتري بس لازم أشوف الفيدباك بتاع الصفحة هل الناس دي فعلا ناس موثوقة ليها لوكيشن ليهم أرقام فعلا تليفونات فبدأ أطمئن أن أنا أشتري من المتجر ده أو من الويب سعيد ده أشوف الفيدباك بتاعه أو الهيستري القديمة في السوق عاملية ممتز يعني إحنا ممكن نلخص كل اللي إحنا قلناه بأن السوشيال ميديا ممكن تحل محل المتجر التجاري يعني ممكن واحد مثلا بيبيع منتج معين أو عنده بردكت معين ممكن يستغنى عن المتجر بأنه هو يعرض على السوشيال ميديا ويكسب منها فعلا مظبوط مظبوط يا مستر أحمد بصا بشا هو في ناس كتير بتعمل إيه في واحد يقول لك أنا بدل ما أفتح مشروع مثلا رأس مالي وليكن مئة ألف جنيه طمام جدا ممكن واحد يقول لك مثلا هشطب محل بخمسين ألف وحط مثلا رأس مال بضاعة بخمسين ألف مثلا طب لو لقدر الله رأس المال لو قدر الله المشروع بتاعه الفلوس أنت ضخطها رأس المال اللي هي خادة جزء تشطيب ودوكريشن بقى وسيستم وحاجات زي دي والجزء الثاني اللي هي فيها المنتجات اللي انت عرضها طمام منتجات بقى فيها كوليكشن يعني مشكلة ممكن تكون انت سبع ماركت ممكن تكون صيدلية ممكن تكون أي إن كان يعني باختلاف قيمة الرأس المال يعني ممتاز فممكن تجرب أولاين مش هتخسر حاجة في التشطيب هو كل اللي هتغرامه مثلا فكرة التمويل ممكن تتحمل أعباء مثلا لو هتعمل ويب سايت هيكلفك شوية هتشتري دومين هتشتري الهوست والدومين طبعا عشان تمل لبسايت أو أبليكيشن موبايل طبعا ممكن تشتري أبليكيشن هيكلفك شوية بس هتلاقي فيه بعد كده تقدم يعني وهو ده اللي جاي أكيد طيب يعني ده معناه إن السوشيال ميديا بتزود نسبة المبيعات سويا كنت فاتح مدجر أو مش فاتح يعني أنت السوشيال ميديا ممكن تكون هي الرزق أو الباب اللي بيجي منه رزق أي إن كان المنتجة اللي أنت بتبيعه هي الكالتشر المستقبل دلوقتي أو الثقافة بتاعت الناس دلوقتي تغيرت بعد أحداث كورونا لأن كل حاجة بقت شبهم وما كانت وخاصة النهاردة الناس بقت متخيلة يعني فيه ناس كتير جدا بدل ما كانوا يشتروا مثلا بفلوس بقى يشتروا بكريديت كارت أكيد تسهيلات بنكية سهلك جدا موضوع عمليات الشراء وعمليات الدفع الإلكتروني أنت ممكن تبقى أنت يعطي بيتك بكليك كواحدة تشتري اللي أنت نفسك فيه فلا موضوع الأونلاين بقى مختلف كليا وجزريا يعني ممتاز يعني الأونلاين عموما بقى الأكتر انتشار بالنسبة للمنتجات وفي النسبة للبيع والشراء عن المتجر كمان بس نحن هنا بنعجيه مشكلة ويمكن ناس كتير بتستغلها وناس كتير بتخاف منها المشكلة دي مثلا هي أنا حاليا بشتري من السوشال ميديا فأنا لما أشتري من السوشال ميديا أنا مش عارف المنتج ده زي ما هو فعلا موجود في صورته أو في الفيديوز نفسه أو ممكن يكون بيجي لي خامته مدارة أو حتى تسليمه يكون مختلف شوي فأنا في بعض المشاكل اللي بتقابلنا كلنا عموما بتكون في الخامات أو في التسليم صحيح ودي يمكن يكون البعبع اللي موجود على السوشال ميديا لأن في صفحات كتير بتقولك أنا بعمل مثلا كذا أو بمبيع كذا وتلاقي المنتج غير تماما اللي هو متروج عنه سواء كان في الصور أو في الفيديو هو طبعا لما يكون أنت حضرق بتشتري منتج زي ما قلت حضرق بتبص أول حاجة على الناس أراء العملاء على الصفحة بتشوف هل فيه تفاعل تفاعل ده هل فيه مصدقية في التعامل مع العميل الكاستمر ده مجرد هو أنت بتقدم خدمة بتقدم يعني أن صفحة الفيسبوك دي ما هي إلا أن حضرق وسيلة بتساعدك أن تبيع منتجات حضرتك فلو أنت مأثبتش أن أنت هتعرف تبيع المنتجات دي بمصدقية وتعامل صحيح فهتبقى الناس هتأخذ عنك فيدباك أن أنت يعني بتبيع المنتج ده بشكل غير صحيح مغير الحقيقة أو أنت بتقول حاجة و بتلاقي الواقع حاجة تانية تمام أنت بتقول حاجة وبتبقى تلاقيها حاجة تانية خالص فطبعا لو أنت بتنفذ اللي أنت بتقوله على الصفحة بنفس المكونات اللي هي وفي نفس الوقت برضو لما تيجي تعرض حاجة لما دي يعني بصفة عامة بشكل عام لما حد يجي يعرض حاجة يعرضها بشكل كويس ممكن وضعية الصورة تفريق معيك ممكن المنتج نفسه عليه ترند عليه إقبال كريم تفتيح معين مثلا أو صبونة جديدة مثلا أو ممكن يكون مثلا المجالات أخرى مثلا حاجة ليه علاقة مثلا بالمجال الصناعة أو المجال الخدمي أو خدمة جديدة بتتقدم شركة تسويق جديدة بتقدم نفسها أو شركة دعاية وإعلان بتقدم نفسها فبتقدم ميزة تنافسية في السوق المصري طيب احنا الحاجات اللي احنا بنشتريها ممكن تكون فعلا زي ما هي متابقة للصورة أو متابقة للفيديو بس ممكن ما تنسبش للناس كلها يعني مثلا كريمة البشرة ممكن تناسب بشرتي ما تنسبش بصرتك صحيح فأنا كعميل أو كواحد من الجمهور وبشتري حاجة من على السوشيال ميديا وممكن تكون صحية بالنسبة لي أنا وبالنسبة لحد تاني مش صحية أنا ازاي هعرف ده والمفروض يعني أعمل احتياطتي ازاي علشان أبقى متطمن إن اللي أنا برده ده صحي أو لا هو طبعا لما بلت الحضاريك لما بنكون إحنا بنوضح للعميل إن المنتج ده إيه هي الاستعمالات بتاعت المنتج إيه هي الأثار الجانبية بزرع نبدأ نوضح للعميل مثلا المنتج ده ليه حد في الاستخدام مرتين في اليوم مثلا أو مثلا دي باي دي فكل الحاجات دي بتبقى استرشادات موجودة في المنتج ويمكن الناس كتير جدا بتعرفها يعني فيه ناس ممكن يستخدموا المنتج بشكل خاطئ ممكن يكون مثلا كريم تفتيح نوى مثلا بيبقى استخدامه في فترة بالليل ممكن يستخدمه في فترة النهار ممكن مثلا يتحط مثلا على طبقة مثلا فاونديشن أو طبقة ميكوب مثلا فالحاجات دي بتبقى ليها ميكانيزم معين وليها شكل معين لازم الناس تتخيلها ولازم تفهمها يعني لان ممكن استخدام خاطئ يغير اتجاه فكر الناس وفي نفس الوقت لازم برضو أخذ أراعي العملاء يعني أنا برضو لما هاخد المنتج ده وهقول إنه هو كويس فأكيد هديك تعليق إيجابي إن المنتج ده تمام أو المنتج ده يتناسب مع شخصيتي ويتناسب مع بشريتي ومع كياني كده يعني يعني احنا لما يكون واحد من الجمهور وبيشتري منتج معين لازم يركز على كذا بوينت تمام ممكن نرخصهم في كام بوينت وليكن مثلا تاريخ الانتاج طبعا ده حاجة مهمة جدا لإني في ناس متخدش يبقى لها من تاريخ الانتاج وممكن يعني ياخد الحاجة ويتعامل بيها فعلا صحيح وهو ما يعرفش إنها إكسباير هو ممكن طبعا أول حاجة فيه بعض المنتجات بتبقى ليه علاقة إن هي بتبقى بتكون بيبقى عليها تاريخ الانتاج داخل العبوة فيه ممكن تكون برى الباكيج نفسه برى العبوة نفسها فيه منتجات بتبقى محتاجة إنها تتحفز في درجة حرارة معينة طبعا لو هي تحطت في درجة حرارة مثلا مرتفع شوية ممكن المنتج اللي جوه اللي هو المكون للمنتج ده ممكن يفسد المجدى اللي هي جوه المنتج نفسه آه بالزبط بيبقى محتاج حتى في الغرفة بتاعت البيت أحاول إن أنا مثلا لو عندي حاجات ليه علاقة بالحرارة أو كده بيقولك مثلا المنتج ده تحطه في مكان يكون درجة حرارته 20 درجة مئوية مثلا مثلا فحاولنا مثلا نحطه في مكان راطب أو في مكان مثلا ليه علاقة يكون في تكييف مروحة مثلا أو يكون مثلا في غرفة راطبة شوية فده بيفرق جدا لأنه المنتج لو تحطه في مكان فيه شمس أو معرض للشمس ممكن يتلف ممكن يحصل تغير للمكون بتاعه طبعا يعني إحنا مثلا ممكن نلخص العوامل اللي تكون العميل لازم يركز عليها علشان يشتري منتج وهي فكرة تاريخ الإنتاج علشان ما يكونش اكسبير تاريخ الإنتاج طبعا وأنه يكملني يجربه بشكل جزئي علشان حتى يبقى عارف الساد إفكت بتاعته هتئذيه ولا نسبة معي يعني ممكن حد مثلا يشتري منتج معين وليكن مثلا من حيات البشرة صحيح وبعدما يستعمله بشكل بسيط يلاقي أنه هو ليساد إفكت فيبقى عارف أن ده مش هينسبه طبعا هو فيه أنواع يعني مثلا ممكن يكون فيه منتجات ليه علاقة مثلا بالبشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجفة فأنا ببدأ أشوف الأول أنا هستخدم إيه حاجة من الثلاث مستويات دول ممكن أختار المستوي لأنا مثلا حد عارفة واحدة مثلا عارفة أن بشرة حساسة فبالتالي مش هتروح تجيب مثلا اللي هو البشرة الدهنية خلاف أن واحدة مثلا بشرة جفة مش هتجيب الدهنية وهكذا فحاولنا أنا أجيب اللي يتناسب معي حتى في المنتجات بتاعت الغسيل أنا عندي حسية من المسحوق ده فبالتالي ما أجيبش المسحود أجيب المسحوق التاني طب أنا مثلا بستريح مثلا في منتج أي منتج أين كان لأي صناع من الصناعات فحاولنا أنا أعارف أن المنتج ده بيتناسب مثلا مع عربيتي مثلا فحاولنا أنا أعارف أن ده اللي يتناسب معي أو اللي يتماشى معي فبرضه بنحاول نخلي بالنا من حتة إيه اللي هو يتناسب مع الحياة الشخصية العامة يعني وفي نفس الوقت ببص للسعر وفي نفس الوقت المنتج ده تمام متقفل صح هل هو متبرشم فعلا وهل هو فعلا عن ثقة فكل دي بتبقى عوامل بتخليك مطمئن وانت بتشتري المنتج ولما العمل برضو لما بيلاقوا حاجة زي دي زي مالتوح دايك بيدوا زي فيدباك كده للعمل التانيين وبيتناولوا قراءهم مع بعض ان المنتج ده كويس جربيه طب ايه رايك لو جربت ده طب ده فري مثلا فري سامبل تجربيها في شركات بتعمل ده بتعمل تستا عشان ترويج للمنتج تعرف العميل ان دي حاجة فعلا مضمونة وان هي ليه فيدباك كويس ممتاز جدا 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 ويعني بالنسبة للشرك الاول اللي احنا نتكلم فيه الخاص بالمنتج او البرودكشن او الحاجات اللي انت بتعملها في المنتجر بتاع الاشقر ما شاء الله عليك فاهم والفاهم دايما بيرايح وانت دايما محل ثقة ففعلا يعني بسواء كانت شتغل اونلاين او في المنتجر انت حد الناس كلها بتشكر فيك وده نياس كتير تكلمت معي عن مكان الاشقر وان هو مشاء الله حد معروف ان هو براند يعني دايما فنجاه حبيبي وحنطلع بقى دلالي فاصل وهنرجع نتكلم في موضوع مهم جدا مع سيد احمد الاشقر برضو فاصل وهنرجع لكم تاني رجعنا تاني ونشوف بقى موضوع هاشتاج حلقة النهاردة ونشوف كومنتاتكم الحقيقة في ناس كتير عاملة كومنت بس يعني حنحاول نقرأ بسرعة كده سلمي ابراهيم بتقول في الوقت الغالي بتكون ستة لانها بتكون مسؤولة عن تنظيف البيت وكل حاجة فيه هي بتتكلم عن البيت عموما اهلا بكم من جديد ونرجع بعد سيد احمد الاشقر ونتكلم عن ادارة المشروعات احنا يعني اتكلمنا الاول عن سكين كير وعن المتاجات اللي انت بتقدمها في المدجر عندك وعن نتكلم بتاع عن موضوع ادارة المشروعات فحكيلي الاول انت بدأت ازاي موضوع ادارة المشروعات ده والله يا مستر احمد وانا طبعا حبيت جدا مجال التجارة بصفة عامة مجال البيزنس بشكل عامي يعني جميل بدأت لما حسيت ان انا كنت محتاكي حاجة كتنقصاني بدأت اخش فيها يعني كملت في بزنس ادمنستريشن مستر او بزنس ادمنستريشن حال يعني حصلت عليها وبكملها لسه ما زلت فيها شقة بسيط جدا من الاكاديمية العربية علومة التكنولوجيا النقل البحري فشبه كنت مهتم بموضوع وريليتد اكتر به وبدأت اطور من نفسي بدأت اشوف ايه هي الحاجات اللي بتؤدي الى العوامل بتاعة النجاح ممتاز جدا طيب انت عموما مركز في الموضوع ادارة المشروعات طيب انت ادارة المشروعات دي بتكلم فيها عن ايه يعني احكي لي اكتر ايه هي ادارة المشروعات بص حدك هو انا بيجيلي ناس كتير جدا بتابع عايز تفتح تقولي البداية منين فين اللي ستارت عايز تبدأ مشروع صغير فتجيلك تسألك بتجي تسألني فابولي اللي ستارت منين ابتدي اول سلمة منين ممكن في واحد يجيلي اقول لي بص حدك تقدمك حاجة من الاتنين يا هتشتغل مثلا اولاين يا هتشتغل معرض او بيع مباشر تمام لو هيشتغل اولاين قدامك حاجة قدامك كذا عنصر تستطيع تشتغل عليه اول عنصر تمكن تعمل صفحة بسيطة جدا طبعا ده كلام مشهور جدا وكلام معروف جدا بنتكلم على الويب سيت بس هو احنا بنتكلم على البيع المباشر تمام طيب احنا بنتكلم على البيع المباشر او الفرس تستابي احنا بنعمل دراسة جدول بص حقيقي هو الدراسة انا اغلبنا اصلا ما عرفش يعني دراسة جدول بص حقيقي دراسة الجدول هي ليها مضمون وليها شكل وليها هيكل تنظيمي معين ممتاز دراسة الجدول دي هي بتساعدك على اتخاذ القرار ممتاز تمام تقدر من خلالها تبدأ توضح نقاط القوة ونقاط الضعف للمشروع بمعنى انا مثلا على سبيل المسال عايز افتح بزنس برأس مال مثلا اتنين مليون جنيه ممتاز فدراسة الجدول دي بتفيدني ان انا هعرف ان انا هعمل هجيب هشتغل في ايه الاول لازم اكون محدد الهدف العنصر بتاعي المجال بتاعي وفي نفس الوقت هكون محدد اللوكيشن بتاعي تمام وبنقاط عليه بابدأ احدد الهدف بتاعي اللي انا بشتغل عليه ولازم اكون هاوي المجال ده وفي نفس الوقت لازم اكون محدد اساليب اللي هي بتسعيدني على النجاح تمام ممتاز يعني احنا بنتكلم بنتكلم في العوامل اللي هي اهم النقاط اللي ممكن انا حد عايز اوسع نشاطي تمام اتبعها ايه بقى العوامل دي طبعا هو دراسة الجدوى بتندرك تحت ثلاث دراسات دراسة السوق ودراسة الفنية ودراسة المالية تمام طبعا الدراسة دراست السوق دي انا بادرس السوق السوق ده اول حاجة بقى انا مثلا سي بافتح مشروع مثلا سوبر ماركت في منطقة مثلا جديدة فببدأ اشوف المنطقة دي هل هي محتاجة هل العرض فيها متوفر ولا محتاجة طلب طيب لو نفترض ان فيها معدل الطلب والعرض في نفس الوقت لو لقيت ان المنطقة دي محتاجة محتاجة مثلا سوبر ماركت فبالتالي ببدأ اشتغل انا افتح في المكان ده طيب لو لقيت المنطقة دي متشبعة مثلا بالصوبا ماركت خلاص أنا هشوف مكان بديل أو مكان آخر هبدأ أشتغل عليه تمام طيب ده بكلمك بالنسبة مثلا لو مشروع في مجال مثلا بيع مثلا منتجات اللي هي مثلا ده اللي هو لو مثلا بيبيع بيع مباشر تمام ممكن يكون قطاع لأن القطاعات في قطاعين قطاع خدمي وقطاع انتاجي جميل قطاع الخدمي ممكن يكون مثلا ممكن يكون شركة سياحة ممكن يكون فندق فلما هاجي مثلا أبني فندق أو هاجي فبيقدم خدمة كويسة فلازم أشوف اللوكيشن الكويس اللي هي نسبني وهل في ميزة تنفسية أنا هقدمها عن المنافس بتاعي وبالتالي هبدأ أشتغل عليه ممكن فدي برضو شق الشق الثاني لازم برضو أكون مقدم حاجة تمام بتتناسب مع فكر وثقافة العميل لازم أعمل قيمة مضافة للعميل لو حد فاتح لازم أعمل حاجة تتناسب مع المضمون والهايكل الخارجي للدراسة نفسها بالمعنى يعني لو العميل مثلا راسميه مثال بيتناسب مع فكرة أنه هو فاتح مثلا بيزنس واحد فاتح بيزنس والعميل ده بيقدم مثلا خدمة فيه واحد تاني فتح قالك أنا هعمل خدمة هقدم فاليو جديدة هقدم قيمة مضافة جديدة هيقدم نفس الخدمة بس هيضيف حاجة جديدة عليها أنت أخذ بالحضراتك يعني مثلا ده مثلا بيقدم أنه بيبيع منتجات من المتجر بتاعه بس فيه واحد تاني قالك لا أنا ممكن أفتح في نفس يعني أفتح في نفس الاريا بس أعمل حاجة أقدم قيمة جديدة يعني إيه هي ممكن يقدمها مثلا الحاجات اللي ممكن يقدمها ممكن مثلا يقدم مثلا خدمة تمام جدا ممكن مثلا يعمل مثلا خدمة ويبعت مثلا ممتاز ده بالنسبة المشروع الصغيرة لو بيعمل التوتش اللي يميزه عن غيره علشان يبقى هو مميز بالنسبة لمنافسينه في السوق بالزبط طبعا دراست الجدوى يعني يعني لازم أكون واخد بالي إن أنا لازم أكون عامل بودجت معين أنا هحط أقدي رأس مال ولازم هشوف إن أنا إيه الكوست بتاعي المصاريب بتاعة اللي أنا هصرفها عشان ما يجيش مثلا بعد نهاية السنة هشوف مثلا إن أنا كسبت ولا خسرت لازم أكون متخيل سيء يعني مثلا واخد مكان إيجار مثلا مثلا ألف جنيه في آخر السنة مثلا هنضرب في 12 شهر يبقى 12 ألف جنيه ممتازم فأنا متوصل مثلا العائد على الاستثمار أو اللي هو الإراد بتاعي الإراد بتاعي ده اللي هو الربحية بتاعة المكان هشوف مثلا إن أنا حاطط رأس مال بكذا وهبدأ أطلع منها الكوست بتاعتي اللي هي بتبقى التكاليف بمعنى أصح ممتازم التكاليف دي فيه منها تكاليف سبتة وفيه تكاليف متغيرة برضو زي الموظفين ببدأ أشوف أنا بتكلم حولك بقى بشكل عام يعني بالضبط أي التكاليف برضو ممكن تكون تكاليف سبتة زي مثلا الموظفين بتوع المنشأة أنا ممكن أجيب موظف تكلفته سبتة وممكن أجيب مثلا موظف تاني بييجي مثلا بيطبق معي أوفر تايم فده تكلفته متغيرة طيب بعيدا عن فكرة الوقت نحن بنتكلم في إن الموظف لو عنده خبرة شوية بيفرق معيك في المشروع أو لا؟ طبعا لو واحد عنده أكسبرينس وبيقدم خدمة كويسة أو لو عنده السفيد بتاعته بتميزه عن باقز وملائقه بيديك انتاجية في العمل بصبت وفي نفس الوقت بيساعدك على يعني إنجاز المهام وفي نفس الوقت بيساعدك على تطوير المنشأة بيديك أفكار وبيبدع معك في المجال بتاعك وممكن يضيف لك حاجة أنت ما أنتش عرفها حلو يعني إلا أنا فهمته من كلام حضرتك إن إدارة المشروعات أو أي حدا بيبدأ مشروع جديد بيحط لها بلان الأول بتبدأ بالهدف أو الرغبة يعني النهاية اللي أنا عازة وصل لها وبحط لها بلان لا ستيب باي ستيب من الستيبس دي كلها إن أختار التيم اللي يشتغل معايا وإن يكون عنده الخبرة الكافية علشان يقدر يدري إنتاجية أكبر شوية وكمان يكون عندي تيم الماركتينج أو الجزء الخاص بالسوشيال ميديا علشان أقدر أسوأ المنتج اللي أنا بنتجه بص أنا أقول لحضرتك الحاجة يعني في ناس كتير جدا بتقول مثلا أنا ممكن يعني أصرف الكوست بتاعي أو أنا عامل بأطف去 إن أنا هطلع جزء معين من يعني نقدر نقول لأنه من التكاليف مثلا تبقي فيه واحد يقول لك أنا هسوق بيه فيه واحد يقول لك أنا هزود الموظفين فيه واحد يقول لك أنا هزوده في الروماتيريا المعارد الخامل هو بيصنع مثلا حلول في القطاع اللي هو الإنتاجي في واحد مثلا لو في القطاع مثلا إنتاجي مثلا مزرعة مثلا يقول لك لا أنا هزود بيها مثلا العدد الرؤوس مثلا اللي هي الأبقار والكلام من ده فبتختلف من نشاط لنشاط يعني في واحد بيحب أنه هو بدل ما يشير ربحية أول سنة يقول لك أنا هخلي الربحية تسمع في رأس المال ورأس المال يكبر وبالتالي أنا هنجح فكل مكان بصراحة يعني لما أنت هتصبر على المشروع أول سنة أول سنتين ده بيحافظ على المشروع بتاعك على اللونج تير ممتاز وده بيديك دفع للأمام لما تلاقي أنت عارف أنت لما بتكون أنت عملت حاجة وتقابت فيها وتلاقيها مرة واحدة ما شاء الله بتكبر قدام عينيك زي بالضبط فكرة أنه لما الأب بيشوف ابنه بيكبر قدام عينه فبيبقى فرحان يعني ففكرة أنت لما بتكون بتحافظ على البيزنس وبتاخد منه ربحية بسيطة أو ما بصش على الربحية في أول الستارت بتاعك خلال أول سنة أو كده فتحاول تحافظ على الرتم ده وعلى الليفل ده وتاخدها ستيب باي ستيب بحيث أن أنت لما تلاقي أن البيزنس بيكبر معاك تبدأ تكبره وتبدأ تشوف إيه هي أزواق المستهلكين وإيه هي المزيج التسويقي بالنسبة للمستهلكين وبالنسبة للكاستمر بصفة عامة ممتاز بابدأ بناءا عليها بابدأ أحلل وبعمل أنليزيس كده ما بينه وبين العميل أشوف إيه هي الحاجات اللي بيحتاجها وبابدأ أوفقه له وبابدأ أشوف إيه هي رغبات العميل وإيه هي هو الديموند بالنسبة للعملاء الطلب حد عايز حاجة تحت أمر حضاركي فندم نجيبها لك حلو أنت بتهتم بالعميل أزواق المستهلكين من أهم العوامل طبعا أنا مصور جدا 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 بيك يا أحمد وبجد أنت نورت الدنيا وأنا يعني كلامنا مش هيخلص لو وعدنا تكلمنا فيه أنا إن شاء الله هنتقبل تاني قريب وإن شاء الله توصل لكل ما تتمنى أنا يعني مفخور بيك شكرا لإن شاء الله وإن شاء الله كده أي حد فعلا حابب أنه هو يبدأ مشروع جديد هيتواصل مع أصدر أحمد الأشرف الأشكر على أرقامه وعلى صفحته الشخصية على الفيسبوك وهو بصراحة لا بيبخل الله بمعلومة ولا بمجهود شخصية نقية جدا وشخصية سواية جدا شكرا لإن شاء الله فأنا مصدت جدا بيك بجد ونورتني شرفت بحضرة فاصل وهنرجع بسرعة جدا نرى الكومنتات فاصل أو أطراف أي حد أمنية الراوي بتقول هو غالبا بتكون الستة بس حقيقة فيه رجالة بتكون منظمة أكتر من الستات وممكن يكون ده في البيت وبرى البيت يعني على المستوى الشجل أو على المستوى المعيشي ممكن يكون الرجل فعلا منظمة أكتر فيه نودي عبدو بتقول الستة طبعا أو ستة أكتر يعني وده أنا يعني ممكن ما كنش مرجحها قوي لإن بلاش كلمة أكيد يعني مفيش حاجة عامة لأنه كل قعدة لها استثناءتها فأكيد مش الستة دايما يعني ممكن يكون الراجل طبعا كيتي اسمايل بتقول الستة طبعا هي المسؤولة دايما والأكثر نظام يعني احنا بنتكلم عن المسؤولية احنا بنتكلم عن النظام في البيت سواء كان النظام ده في ترتيب الديكور مثلا في ترتيب صرف المالية وده طبعا بيكون فيه حمد كبير على الست لكن في بعض الرجالة بتكون هي لشايلة مسؤولية تنظيم البيت ممكن ديكور البيت تكون الستة هي المسؤولة فيه أكتر لكن المصرفات أو الشق المالي الخاص بالبيت ممكن يكون الراجل هو الأكتر فيه بعتورة أنه هو اللي بيشتغل وهو اللي بينزل ويروحه بيجي وعارف أنه هو هيكسب كذا وهيتصرفه كذا وهيروحه في الشكل الفلاني فممكن يكون الراجل هو المنظم أكتر بالنسبة للشق المالي وممكن يكون الستة هي الأهم بالنسبة للبيت أنا مصد جداً بحلقة النهاردة وبجد أستاذ أحمد الأشقر نورني وكانت حلقة جميلة به وإن شاء الله نتابل تاني قريب بإذن الله برنامج الرجل والله ست مع أحمد الحضري